معنا هاتفيا من باريس المتخصص في الشأن الفرنسي دكتور اسماعيل خلف الله مرحبا بك كيف ترى إذن تغير موقف رئيس ماكرون تجاه التظاهرات المستمرة مرحبا بكم وحياتكم ولمشاهدين الكرام أنا كنت الآن كنت أفتل لداخلة وزير الداخلية أمام البرلمان في ما يخص الترتيبات أو ما ستقوضه الحكومة الظاهر أن الرئيس ماكرون أصبح اليوم أعتقد أنه بدأ يقتنع على أن يحاور الأحزاب المعارضة ومن خلالها هذه الحركة التي تسمى حركة الأستثارات الصفراء وهذا الحوار لو كان في الدجاية لما وصلت الأمور إلى هذا الحد هل ثبت أنه سيحاور أصحاب السلطرة الصفر أو هذه الأحزاب؟ نعم هو الآن اليوم بدأت بدأ الاجتماع اليوم ورئيس أو وزير الأول بدأ يستمع إلى أعزاب المعارضة وسيستمع إلى الممثلي السلطرة الصفراء هذه الحركة يعني هل ترى أنا ماكرون في أثناء هذا اللقاء أن حصل لديه حل جاهز لأزمة التظاهرات الأخيرة؟ من خلال ما صرح به أن الوزير الأول ووزير الداخلية وهو شخصيا فأنا أعتقد أنهم يقولوا أو ما تقرر في الحكومة خاصة قال بأن الحكومة ماضية في برنامجها وفي هذه الحركة وهذا استجاز واضح لهذه الحركة أرى كذلك أن مكرة كان من المطلوب عندما جاء أولا من أرجنطين كان من المطلوب أن تكون يباشرة مباشرة أن لقاء هذه المبثلي هذه الحركة الآن هذه أحباد المعارضة اليوم ركزت الموجة وإن كان من حق الحكومة أن تحاول هذه الأحجاب ولكن هذه الحركة تقول أنها ليست لها لا لنسية ولا لنسية ولا لنسية وهي تعشف جميع أطياف المجتمع الفرنسي يعني أعماق المجتمع الفرنسي هي مطالبها اجتماعية وليست مطالب البيانسية الآن لاحظنا أن أجزاء المعارضة اليوم المتطرفة بالبرلم ومتطرف يطالب بحل البرلمان ونحن نرى أن مطلب حل البرلمان لكن الأمليات هذه الحركة أيضا هناك سيد اسماعيل وانت في قلب الحدث هناك دعوات ليس الحل للبرلمان فحسب بل انتخابات مبكرة على خلفية هذه الأزمة إذا كانت ماريل لوبان وهي زعيمة اليمين المتطرفة مستفيدة من هذه الدعوة هل تعتقد أن هذه الدعوة يمكن أن تلقى قبول قبول لدى باقي الأحزاب ولو حدث كيف ترى مستقبل ماكرو؟ أنا أعتقد أن حدة هذه الدعوة أو التحول هذا التظاهر السمي للتظاهر السمي إلى هذا العنف وهذا التخريف هو المسؤول الأول عن هذه الوضعية هو مصر والرئيس ماكرو هو من أعطى هذه الورقة لأنه المتطرفة وخاصفة ماريل لسان الآن أصبح التصالب في رحيل الحكومة وبحل البرلمان وحتى في اتقالة ماكرو هذه الحكومة والرئيس تخطيئة أعطى الفرصة وهو المسؤول على أنه أعطى هذه الفرصة الآن هذه الحركة ترى أنها لن تسمع النجوة بداية وأن الحكومة ترى يعني الرئيس ماكرو يبدو جعر اهتماما لهذا التظاهر ولهذه الحركة الآن هو أمام انتحان صعب أمام اليمين المتطرف وأمام البيتصار المتطرف كل أحجاب المعارضة الآن تطالب يعني رفع التقل المطال ولكن أنا اليوم من خلال أنهم يعني مع لقاءهم مع ملوثير الأول أعتقد أن الخطاب أصبح نوعا ما يقارب ما تطالب به هذه الحركة الاحتجاجية فا اجتمعت منذ قليل أن ما إنسان تكلمت على أنها أعطت مفترحة بقضية تخطير الضرائد وقضية النظر بهذه الشكل اجتماعية كذلك الأحجاب الأخرى فا يوم أصبح السباب يتناغم مع ما تريده هذه الحركة الاحتجاجية التي قد هي مطالبها اجتماعية محظة وليسك مطالب شكرا جزيلا كهاتفيا من باريس سيد اسماعيل خلافرار متخصص في الشأن الفرنسي ترجمة نانسي قنقر